أطفال غرقوا فيما اعتبر والدهم في عداد المفقودين جراء السيول في وادي البجيدي وشهدت مكة المكرمة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة فيما حذر الدفاع المدني من ارتياد مناطق المغمث وشارع الشهداء وطريق جد القديم وطريق الحج يأتي هذا فيما تمت إعادة فتح طريق الهدى بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب الأمطار وهطلت أمطار غزيرة على محافظة جدة داهمت على إثرها السيول شرق الخط السريع خاصة منطقة أم الخير حيث غمرت المياه الأدوار السفلية للعديد من المباني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وذكر مراسل الإخبارية في جدة أن الدفاع المدني 17 مياه السيول غزيرة على المدينة والعلى والمهية والمراكز أتى أيضا مركز أبيار المندسة وسالت على إثار الأودية والشعب وأدت إلى قطع الطريق بين أملج وينبع